وماذا يقول المسافر إذا خرج من بيته وركب دابته وإذا عاد إلى بيته يسن بعد العزم على السفر ثلاث ركعتين والدعاء بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه وإذا ركب الدابة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون وفي بعض الروايات الصحيحة زيادة اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكآبة منقلب وإذا ركب السفينة قال بسم الله نجريها وامرساها وإذا عاد من سفره قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون والله أعلم شكرا للمشاهدة